يا ترى إيه اللي حصل بينها وبين محمد سامي قبل ما يتجوزه واللي بتتكسف تقول سنها الحقيقي كمان مش هتصدقه عمر بنتها الكبيرة ولا شكلها كلامنا عن النجمة مية عمر اللي عاملة قلق بقالها فترة مش بس بسبب ظهورها مع رمز جلال السندي ده مسلسلها الجديد نعمل أفوكاتو بينافس بقوة وعمل جدل كبير جدا جدا قبل أي حاجة قولوا رأيكم بالتعليقات في المسلسل وشايفين مية عمر موهوبة فعلا ولا دخلت التمثيل بالوسطى والكوسة عن طريق جزها تعالوا بقى نقولكم إزاي مية وقعت محمد سامي في حبها كمان هنعرفكم ليه هي متخنقة مع طوب الأرض في الوسط الفني دي متخنقة مع أربع ممثلات كبار مش هتتوقعوا عملت فيهم إيه خلينا نقولكم في البداية أن مية من موليد 1988 يعني عندها ستة وتلاتين سنة وطبعا ناس كتير فاكرة أنها لسه في العشرين لكن ده سنة الحقيقة اللي بتتكسف تقوله وبكده تكون مية أصغر من جزها محمد سامي بربع سنين لأنه من موليد 1983 ندخل بقى على الجزء الأهم وهي علاقتهم وإزاي وقع في حبها محمد سامي فيدل يجري ورمي وأهلها خمس سنين ويحاول يقنعهم بنفسه لكن أبوها ما كانش موافق خالص على الجوازة دي وكان شايف إنه شخص عصبي جدا جدا ومستحيل بنته تكون مبسوطة معي بطريقته اللي كلها عصبية وزعيق دي بس محمد سامي ماستسلمش وفيدل ورابوها لحد ما اقتنع وفعلا اتجاوزوا سنة 2010 يعني بقى لهم 14 سنة متجاوزين وبصراحة محمد سامي مش بيسيب فرصة غيره يبين فيها قده هو بيحب مراته مي وبيفضل يبوص فيها قدام الناس كلها وبيعد الفساتينها ويساعدها على الظهور في أفضل صورة تخيلوا بقى إن مي اللي بتبان وكأنها بنت في العشرينات عندها بنتين مش هتصدق أعمرهم بنتهم الكبيرة اسمها طايا ودي عندها 12 سنة أما بنتهم الزغياء رسلين فعندها 6 سنين مي بتنشر ليهم كل فترة صور وتكلمت مرة واحدة عنهم وقالت أنا صاحبتهم بس في مواقف معينة ببقى فيها أم شديدة جدا طيب تفتكروا مي دخلت الفن بالوسطة فعلا مش عايزين نطول عليكم ومن الآخر بقى التمثيل كان حلم مي من زمن قوي ومن قبل ما تتجوز محمد سامي بس أهلها كانوا رافضين تماما وقالوا لها مسموح ليكي تشتغل مخرجة بس لكن تقفي قدام الكاميرا لا أو ألف لا مي حاولت فعلا تبقى مخرجة بس ما لقيتش نفسها في المجال ده لحد ما تجوزت محمد سامي وده بقى اللي ساعدها في تحقيق حلمها وشجعها عليه يجي بقى لإخناقات مي مع طوب الأرض مي متخنقة مع أربع نجمات هم غدا عبد الرازق وياسمين صبري وكمان نسرين أمين وطبعا نجلق بدر والسبب جزها جزها لو زعل من أي واحدة فيهم لأسباب تتعلق بالشغل مي تقطع علاقتها بيهم فورا ومش بس كده دي بتطلع طول إنهم غيرانين منها ترجمة نانسي قنقر